يعني بعد ما حكينا في الحاجات اللذيذة والجد بقى تعملوا الكلام شوية في الهزار لأنه فيه هزار كتير عمال يحصل الفترة اللي فاتت وهزار في الجد يعني هزار مش لذيذ ومش وقته ومش موقفه ولا موقعه من الإعراب لكن بيدغط على وطر كده شوية عندنا عاطفي الكلام حول مصير إعادة مباراة مصر والسنغال أنتوا عارفين الكلام ده حصل بعد المباراة على طول بعد المباراة بيوم يومين لكن أنه يبدأ يظهر دلوقتي وأنه يبدأ الكلام عنه يبقى فيه جدل دلوقتي وإحنا بنتكلم عن بعد ثلاث أسابيع من المباراة مثلا بعتقد أنه في بعض الشخصيات العامة اللي قررت أنها تظهر في هذا الدور وأنها تقول تصريحات مش أقدر أوصفها لكن نسيب الكاتب والناقض الرياضي لأستاذ عمر البانوبي هو اللي يوصفها والي اشرح لنا حسنا نهزر ومنكلم جد وكلام ده حتى لو كان هزار ده هزار واقعي ولا ده فكشن كده زي ما بيقولوا من محض الخيل مساء الخير عليك أستاذ عمر وكل سنة وأنت بألف خير مساء الخير على حضرتك دكتور دينا وساء الخير على أستاذ المشاهدين ورمضان كريم على اليوم جميعا أحكي لنا بقى الكلام ده ناخده كهزار وكمحاولات كده لنكش الجماهير ولا في أي سند قانوني إداري موقف حصل ممكن يخليه كلام معقول يعني خليني أقول أنه توصيفات لطيفة لحضرتك استخدمتيها لكن نتكلم شوية في الجد وبعدين نرجع للهزار الجد أنه بعد مباراة مصر والسنغال وتأهل السنغال بضربات الترجيح بعد أحداث مؤسفة كلنا شفناها في الملعب وبرى الملعب لكن الجد أنه الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرار بأنه هيقدم ملف للفيفا لجنة الانضباط علشان طلب إعادة المباراة والتحقيق في التجاوزات اللي تمت خلال المباراة لايحة الانضباط في الاتحاد الدولي المادة 16 فيها أربع حالات للشغب وقتحام الملعب واستخدام شعارات سياسية في مباريات هي تخص المخالفات التي تقع تحت لائحة الانضباط لكن الحقيقة علشان يتم فكرة إعادة المباراة الناس تبقى عارفة أنه إعادة المباراة ده ما بيحصلش كتير يعني حالات بسيطة جدا ده نقطة النقطة التانية أنه أنت لعبت الموتش وكنت أتمنى طبعا أن يكون فيه اعتراض على التجاوزات الجماهيرية اللي حصلت قبل المباراة حتى لو نعترض قبل ضربات الترجيح على فكرة وجود الليزر والكلام ده وده حقنا جوا الملعب وقتها لكن بعد المباراة أنك تقدم طلب أنك تعدها والمباراة كان فيه تقرير مرائب أمني وتقرير الحكم وتم اعتماد الكلام ده وتم اعتماد صعود السنغال وحضروا قرعة كاف العالم فإحنا بنتكلم كلام بعيد عن الواقع شوية حتى الاتحاد المصري لكرة القدم عن طريق المتحدث الرسمي بتاعه دكتور وليد العطار قاله مين اللي قال أن الفيفا قرر معاد حتى للفصل في الشك وإحنا ما تبلغناش أصلا بأي حاجة أنا فيه تقديري ومن خبرتي في التعامل مع الفيفا ومع الملفات اللي زي دي أنه احتمال قعدة المباراة احتمال بعيد جدا جدا وإن كنت أنا معه أنه لو لنا حق نطلب به طب هو ده سؤالي تحديدا يعني كابتن عمر هو الفكرة هو تم اتخاذ أي إجراء رسمي يعني هل الاتحاد الكرة اتحرك أصلا في الملف ده ولا درسوه وشافوا عدم معقوليته وخلاص خلصت دعنا الاتحاد قدم ملف مدعوم ببعض الفيديوهات وبعض الوقاعة اللي حصلت في الحلم إذن سؤال الثاني مدى معقولية أو منطقية الإعادة استندا إلى أي أحداث سابقة حصل فيها إعادات لمباراة لا الأحداث اللي تمت فيها إعادة المباراة كانت غير تماما اللي حصلت في المباراة مصر والسنغال وبالتالي احتمال الإعادة زي ما قلت لحضرتك والسادة المشاهدين احتمال بعيد جدا لكن ممكن يكون في حد عاوز ينكش الجماهير زي ما حضرتك قلتي حد عاوز يظهر على الساحة ممكن السوشل ميديا بيبقى عليها كلام كتير للم الترافيك مش أكتر يعني أنا مبارح كنت على القناة الجزائريات الدولية وهما برضو بعتين طلب أو مقدمين شكوى بس في الحكم أنهم يعيدوا المباراة الفاصيلة الكافي العالم بتاعتهم مع الكاميرون لكن برضو الاحتمالات ضئيلة حتى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الجزائري وباسم منتخب الجزائر دخل معانا مداخلة وقتها وقال نفس الكلام أنه ما فيش أصلا أي قرار من الفيفا ولا في حاجة تردت على الملف اللي بعتوه ففكرة إعادة المباريات ما ينفعش أنه حد يعشم الناس بيها ويكون هو أصلا غير مسؤول في اتحاد الكورة ده فيه تعشير ده فيه جزم يعني ده فيه ناس بتقول أنا بأكدلك أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب ونقد رياضي لأستاذ عمر البانوبي يعني بطبيعة الحال أنا أكتر حاجة بتعجبني في السوشيال ميديا أنها كاشفة وأنها يعني بكرة مش بعيد والحاجة بقى اللي احنا عايزين نتعلمها كده العقل النقدي يعني قبل ما نقول ونهتم ونركز ونعيد تدوير الأخبار بس يا جماعة نفكر تلت دقايق ونسأل تلت أسئلة صدقوني موضوعي خلاص أي حاجة بتشوفها على السوشيال ميديا لو فكرت فيها تلت دقايق ولو سألت تلت أسئلة حتى ولو تعبت نفسك يعني تدور على إيجابتهم هتعرف تقرر بسهولة إيه المزبوط وإيه المش مزبوط